بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي التجاري شعبة التسويق وسوق المال في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة على قناتكم المفضلة قناة شاشة مصر التعليمية طبعاً وصلنا في منهج الرياضة المالية لموضوع استهلاك القروض بطريقة الأقصات المتساوية من الأصل والفوائد معاً أول حاجة قلناها في الحلقات السابقة كنا وصلنا لموضوع استهلاك القروض واتعرضنا مع بعض في الحلقات السابقة ليه يعني إيه قرد وإزاي بستالك هذا القرد بطريقة الأقصات المتساوية من الأصل والفوائد معاً أو من رأس المال والفوائد معاً النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية أفكار موضوع استهلاك القروض زي ما غطينا أفكار الدفعات كلها اللي هو الباب الثالث وغطينا أفكار استبدال الديون اللي هو الباب الثاني وغطينا أفكار الجملة المركبة والعلاقة بين الفوائد البسيطة والمركبة اللي هي كانت في الباب الأول الحقيقة النهاردة عايز أفكرك تاني بضيف حلقتك النهاردة اللي هو الجدول الخامس الجدول الرابع الجدول الرابع الجدول الرابع بتاعنا بنستخدمه في إيجاد القسط المتساوي لأن في الحلقة اللي فات قلنا أن القسط المتساوي بيساوي القرد في مستخرج جدول أربعة بيساوي القرد في مستخرج جدول أربعة طيب ده بالنسبة لما يجيب قيمة القسط المتساوي النهاردة بحلقتنا كمان هنشوف معنا جدول خمسة لأول مرة علشان هنقدر نجيب القيمة الحالية للأقصاد تعالوا نشوف مع بعض في بداية حلقتنا نرجع سريعا كده على الجزئيات اللي أخذناها للحلقات اللي فاتت ونشوف موضوع القسط المتساوي بيجي إزاي أنا عندي القسط المتساوي قلت القسط بيساوي تاني مع بعض الناس الشاطرة اللي حضرت معنا الحلقات اللي فاتت قلت له القسط المتساوي أو القسط العادي المتساوي فإحنا يعني مجازا كده بنقول عليها القسط المتساوي مباشرة القسط المتساوي بيساوي القرد في مستخرج جدوى الأربعة بقولت إيه معايا لو أنا معايا القرد ومعايا مستخرج جدوى الأربعة بقول القسط بيساوي القرد في مستخرج جدوى الأربعة ممكن كمان يديني القسط جاهز ويديني بيانات جدوى الأربعة من معدل وعدد إقصاط وأنا أقدر أجيب القرد في الحالة دي أجيب القرد إزاي؟ قلت لي هنقسم القص على المستخرج بتاع جدول أربعة تعالوا نشوف تمرين مع بعض عشان نبتدي اللي هيجهز الورقة والألم بتوعه أو اللي هيسجل حلقتنا معنا وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة واتقربنا من النجاح بخطوات أول تمرين عندي عايزين نقول طبعا اتفقنا أن احنا نتكلم النهاردة عن إيجاد القص المتساوي هقول طريقة القص المتساوي من الأصل والفوائد معا على طول بنشوف أول قانون عندي اللي هو إيه مع بعض إيجاد القص المتساوي العادي وقلت لحضرتك مجازا مجازا هنسميه القص المتساوي على طول يبقى احنا عارفين إن ده القص العادي تب ليه مثلا بتأكد على الجزئية دي لأن لسه هشوف القص الفوري ولسه هشوف القص المؤجل إن شاء الله في حلقتنا النهاردة هناخد معلومات قيمة جدا وهتساعدك في حل تمرين كتير إن شاء الله تكون بتقربك من النجاح بخطوات أول حاجة عندي بقول قانون القص المتساوي بيساوي القرض في مستخرج جدوى الأربعة اللي هو إيه مستخرج جدوى الأربعة قلت لي واحد على ده النون بمعدل عين طيب يعني يا مستر لو أنا قلت تمرين اقترض تاجر عشر تلاف جنيه على أن يسددها على عشر تقصات سنوية في عشر تقصات سنوية يبقى عدد الاقصات هنا عشرة متساوية من الأصل والفوائد معا أو من رأس المال والفوائد معا خد بالك كويس اقرأ التمرين كويس لأن اتفقنا أن قراءة التمرين كويس هي نص الحل يبقى قلت اقترض تاجر عشر تلاف جنيه هنا ساعدتك بتطلع ده أول حاجة ده القرض ده القرض اللي التاجر اقترضه اللي هو كام عشر تلاف جنيه على أن يسددها على عشر أقصات سنوية متساوي يبقى ده عدد الاقصات نون يبقى كده معاك ألف بعشر تلاف اللي هو القرض الأصلي ومعاك النون بعشرة متساوى من الأصل والفوائد معا بفايدة مركبة معدلها 9% سنويا قلتلي إذن العين بيساوي 9% وده معدل سنوى وما عنديش في مشاكل اوجد القصط المتساوي طالب منك طه قلتلي حضرتك لسه إيه لأن الطه بتساوي إيه قلتلي الطه بتساوي القرض في مستخرج جدول أربعة يعني هبتدي أعمل التمرين بتاعي بطريقتنا البسيطة خالص عاوز تحل مباشرة حقك عاوز تطلع معطيات المسألة قدامك وتحل التمرين بهدوء أفضل ده يبقى براحتك خالص هتقولي أول حاجة هقولي القرض القصط بيساوي القرض في مستخرج جدول أربعة يبقى حضرتك عاوز القصط معايا القرض ومعايا النون ومعايا العين هقوله القرض القصط بيساوي القرض في مستخرج جدول أربعة تاني القرض في مستخرج جدول أربعة طب حضرتك عاوز القصط هقوله يبقى القصة بيساوي أصل القرد كان كام برافو عليك قلتي لعشر تلاف في مستخرج جدوى الأربعة تحت تسعة في المية قدام عشر وحدات زمن على طول هجيب المستخرج يطلع عندي العشر تلاف زي ما هي طبعاً اللي هي القرد المستخرج اللي جبته تحت تسعة في المية وقدام عشرة وطبعاً الجدوى المفهود معك في الامتحان بتبص قدام العشرة بس هنا دورك إنك تحدد الجدوى للكام لأن حضرتك عندك جدوى الأول وجدوى الثاني وجدوى الثالث وجدوى الرابع وجدوى الخامس والأرقام كلها مختلفة بس حضرتك وحضرتك شطرة جداً وعارفة إن القصة المتساوي ده بييجي من جدوى الأربعة فلما بصنا قدام عشر وحدات زمن في جدوى الأربعة وتحت تسعة في المية لقيت المستخرج أو كشف الجدوى اللي بيقول لي علامة 155-800 هتضرب الرقم ده في أصل القرد اللي عندك يطلع على طول القصة المتساوي بتاعك بـ 1558.2 طيب يا مستر ده كده كان القصة المتساوي بعد إذنك لو ديتني نفس التمرين نفس التمرين بس حضرتك هتديني القصة جاهز هتديني القصة جاهز وأنا عاوز أصل القرد لأ وفي حاجة كمان المعدل هدهولك مش موجود في الجدوى اللي عندك قلتلي سهلة جداً يبقى كده هشتغل بالآلة الحسبة حضرتك هتشتغل بالرمز الرياضي للآلة الحسبة وده سهل جداً بس عايز من حضرتك ترتيب خطواتك على الآلة الحسب لما تيجي تقولي القرد يسدد على 15 قصة سنة ومتساوي ساعتك كده بتتكلم إن القرد مش موجود يبقى الألف تحط علامة استفهام ده مجهول طيب مش حضرتك كنت لسه بتقولي إن لو القرد مش موجود هقسم القصة على مستخرج جدوى الأربع ولك برافو عليك بس أنا عندي مشكلة المعدل اللي هدهولك مش موجود في جدوى الأربع قلت لي طيب بالراحة بقى كده عشان إحنا عاوزين نشتغل بالرمز الرياضي هتقولي القرد يسدد على 15 قصة سنوي متساوي من الأصل والفوائد معنا بفايدة مركبها 12 الفايدة المركبة معدلها كام؟ 12.5% سنوياً عايزين نعرف أصل القرد إذا علمت أن قمط القصة المتساوي بتاعي طبعاً ده قصة عادي 7000 أو 75381.88 من ميل تعالي نشوف مع بعض التمرين ده هنحله إزاي أول حاجة افتكر معي أن القصة المتساوي بيساوي القرد في مستخرج جدوى الأربع لما احنا اتفقنا أن أنا عندي 12.5 مش موجود في الجدوى الأربع يبقى هنعمل إيه؟ هاعمل الرمز الرياضي واحد وعين من مية قصة نون في عين من مية على واحد وعين من مية قصة نون ناقص واحد طيب إنه كانت عندي بعشرة هروح على طول مطبق الشغل بتاعي هقوله أخلي القصة بره لأن القصة كان معلوم كده مين اللي مجهول عندي؟ القرد وحط الرمز الرياضي بالتعويض بالآلة الحسبة هيطلع عندي الكلام ده بمنتهى البساطة إن الـ 75.381 علامة 88 قمة القصة دي بره وحطت كلمة القرد أو رمز القرد ألف وبعدين خلصت الرمز الرياضي كله على علامة 15.076 كده مين اللي مجهول عندك؟ قلت لي القرد أقسم اللي بره على اللي جوة يطلع عندك القرد بكام؟ بـ 50.000 أو 500.000 مسألة سهلة جداً جداً بس عايزة ترتيب خطوات طيب عندي كمان تمرين من التمرين السهلة اللي عاوزين نشوفها مع بعض بيقول لي إيه؟ التمرين ده كان من التمرين اللي احنا عاوزين نشوف فيها قيمة الـ هنشوف تمرين سهل جداً جداً بس في ملحوظة لازم ناخد بالنا منها لأنها بتيجي أوقات في صورة أكمل بيقول لي إن الاستهلاك الأخير الاستهلاك الأخير ده بنحسبه إزاي؟ الاستهلاك الأخير بحسبه إزاي؟ الاستهلاك الأخير ده قال لي لازم يكون الاستهلاك الأخير خد بالك من التلات حاجات دون كويس جداً 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 وانت بتعمل جدول الاستهلاك الكارد وده رجعنا عليه عشان وقت حلقتنا عاوز ادخل معاك في القصة الفوري والقصة المؤجل خد بالك انه لما اتفقنا في الحلقة السابقة وقلت ان الاستهلاك الاخير اخر استهلاك خالص لازم يساوي رصيد اول الفترة الاخيرة يبقى الاستهلاك الاخير ده لازم يساوي رصيد اول الفترة الاخيرة ولازم يساوي رصيد اخر الفترة اللي قبل الاخيرة لان حضرتك في اخر في الفترة اللي قبل الاخيرة أنت بتاخد آخر رقم بتبدأ به الجدول تاني رصيد آخر المدة بتاع الفترة القابل الأخيرة هو رصيد أول المدة للفترة الأخيرة يعني حداك عايز تقول من رصيد أول المدة للفترة الأخيرة بيساوي رصيد آخر المدة للفترة القابل الأخيرة وهو هو الاستهلاك الأخير يبقى أنا عندي ممكن يقول لي الاستهلاك الأخير بيساوي نقط بيساوي نقط السؤال ده الاستهلاك الأخير بيساوي نقط بيساوي نقط أقول لك الاستهلاك الأخير بيساوي رصيد أول الفترة الأخيرة وكمان بيساوي رصيد آخر الفترة قبل الأخيرة السؤال ده مهم جدا 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 طيب كمان لازم تعرف أن القرد بيساوي مجموع الاستهلاكات القرد بيساوي إيه؟ مجموع الاستهلاكات أو القرد بيساوي مجموع لقصات مقص مجموع الفوائد يبقى أقدر أجيب القرد بطريقتين لو معاه مجموع لقصات ومجموع الفوائد لو طرحتهم من بعض يديني القرد الأصل ولو معايا خمس استهلاكات لو ابتدت أجمع الاستهلاكات اللي عندي دي هقول له الاستهلاكات دي مجموعة الاستهلاكات كلها بس بشرط يكون تمرين كامل بشرط يكون تمرين كامل لو جمعت الاستهلاكات كلها يديني القرد الأصل وكمان عندي ملحوظة مهمة جدا جدا إن الفوائد بتتناقص من فترة لأخرى قل لي إيه سبب تناقص الفوائد أقول لك وذلك نتيجة لتناقص الأرصدة بتاعة أول كل فترة يعني دايما القرد لو هو عشر تلاف في الفترة الأولى هتلاقي في الفترة التانية تسعة في الفترة التالتة تمانية بيبتدي القرد أو أصل القرد أو رصيد أول المدة في كل فترة بيتتناقص وبالتالي الفايدة بتتناسب طرديا مع أصل القرد أو رأس المال أو رصيد أول المدة يبقى بالتالي بتتناقص الفوائد طيب أما القصد دايماً بيكون متساوي القصد سواء في الفترة الأولى في الفترة الثانية في الفترة الثالثة في الفترة العشرة ده اسم القصد المتساوي يبقى لا يتنسب طردياً ولا عكسين يفضل ثابت مهما زاد رصيد أول المدة أو مهما زادت الفوائد طيب عندي حاجة مهمة جداً للإستهلاكات لو حضرتك بتحل التمرين هتلاقي الإستهلاكات بتحصل لها ايه؟ بتزيد لو الاستهلاك الأول تمنمية هتلاقي التاني تسعمية هتلاقي التالت ألف الاستهلاك ده بيزيد وذلك لأن الاستهلاك عندي بتناسب عكسياً مع رصيد أول الفترة من فترة لأخرى طيب عندنا كمان مسألة جميلة جداً 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 ومن التمرين المشهورة في الامتحانات بيقول لي ايه؟ قبل ما نحل التمرين ده لازم نركز مع بعض في كلمتين صغيرين جداً أنا قلت لحضرتك العلاقة بين أي استهلاكين متتاليين يعني استهلاك التالت والاستهلاك الرابع مثلاً يعني متتاليين قلت لك الاستهلاك التالت وبعدين الاستهلاك الرابع وربعه الاستهلاك التاني وبعدين الاستهلاك التالت دي اسمها استهلاكات متتالية العلاقة بين أي استهلاكين متتاليين هي واحد وعين من مية علشان كده شغلنا في التمرين اللي جاي ده فكرته كلها يعني معتمدة على فهمك للعلاقة بين أي استهلاكين متتاليين يعني لما قولك لو أنا أديتك الاستهلاك التاني الاستهلاك الكام التاني وطالب منك الاستهلاك التاني تقول يا مستر بسيطة أخذ الاستهلاك التاني اللي في إيدي ده أضربه في واحد وعين من مية يبقى حضرتك تقدر تحصل على الاستهلاك التالي طيب نعملها بقى بالعكس لو لديتك الاستهلاك التالي وعاوز الاستهلاك التالي يبقى هنا هأسم على واحد وعين من مية يبقى احنا عملنا قعدة في الحلقة اللي فاتت قلنا لو أنا عاوز أنزل هضرب يبقى قلت ايه نازل ضرب طالع آسم يبقى طبعا دي قعدة سهلة جدا 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 وبعد ما جيب الاستهلاكات بتاعتي كلها بجمع الاستهلاكات الأنفسي معايا القرد الأصلي يبقى اتفقنا أن القرد بيساوي ايه القرد بيساوي مجموع الاستهلاكات ده كان قعدة بسيطة خالص القرد الأصلي يعني لما يقول لي بدون استخدام الجداول المالية ويددين استهلاك ومعدل أو استهلاكين متتاليين من الاستهلاكين قدر جيب المعدل أو لو ميددين استهلاك ومعدل ببتدي أضرب كل استهلاك فواحد وعين يديني اللي بعده يديني اللي بعده يديني اللي بعده أو أقسم أي استهلاك على واحد وعين علشان يديني الاستهلاك السابق لي وفي الآخر بجمع الاستهلاكات اللي عندي دي ومجموع الاستهلاكات هو القرض الأصلي تعالوا نشوف التمرين ده وعايزك تركز كتير 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 في التمرين ده ده تمرين سهل جدا وإن شاء الله بإذن الله نفهمه كلها بيقول لي قرض يستهلك على خمس أقصات سنوية متساوية القار ده بيستهلك على كم قصد؟ خمس أقصاد كده أنا معايا النوم طيب النوم دي هتنفعني في إيه؟ هقولك حالة خمس أقصاد متساوية من الأصل والفوايد معا بفايدة مركبة معدلها 12% سنويا طيب خد بالك معايا كده إن المعدل 12% فإذا كان استهلاك السنة الثالثة فقط خد بالك مدي لك استهلاك واحد ب1974 و55 ومحدد لك إن هذا الاستهلاك يخص السنة الثالثة يبقى حضرتك ومدي لك كاف ثلاثة بس الشرط عليك شرط مهم جدا اوجد بدون استخدام الجداول المالية قالك لو سمحت ما تقربش للجداول المالية اللي موجودة عندك في الامتحان طيب أحل إزاي؟ قلت لك على طول لما يديك استهلاك ومعدل لما يديك استهلاك ومعدل بتبتدي ترسم في ورقة الإجابة بتاعتك كاف واحد وتحتيها كاف اثنين وتحتيها كاف ثلاثة وتحتيها كاف أربعة وتحتيها كاف خمسة لليه دا كل يا مستر؟ علشان قلت لك قرد يستهلك على خمس أقصات متساوية طيب لو هتبص معايا كده في الشغل اللي حضرتك عملته ده أنا قلت إيه؟ كاف واحد كاف اثنين كاف ثلاثة كاف أربعة كاف خمسة ليه وقفت عندي خمسة علشان إنهم كانت بتساوي خمسة طيب يا مستر أنا ملاحظ إن حضرتك قلت لي النكاف ثلاثة ده كان موجود في التمرين اللي كان 1974 و 1 من 10 أيوة علشان كده أنا كتب لك في الخانة الزرق اللي قدامك دي كلمة معلوم جاهز بالتمرين يبقى لو الاستهلاك موجود في التمرين حضرتك قلت لي كده الاستهلاك ده إيه؟ معلوم يبقى كمت وموجودة في التمرين هنقلها على طول من التمرين 1974 علامة 1 أو علامة 55 ده الاستهلاك التالت طيب حضرتك عاوز إيه بقى؟ عاوز أجيب الاستهلاك التالت والاستهلاك الرابع وأطلع كمان أجيب الأول والتاني امتلك جميل لو حضرتك هتطلع اقسم يعني أنا كده معايا كاف ثلاثة هوا أنا عايز أجيب كاف اثنين عاوز أجيب مين؟ كاف اثنين خد بالك هنجيب كاف اثنين إزاي؟ هقولك كاف اثنين بيساوي كاف ثلاثة على واحد وعين قلتلي يعني حضرتك عاوز تقول إن هنا الكاف ثلاثة اللي عندي لو قسمته على واحد واثنشر من مية يبقى أنا كده جبت كاف اثنين بالضبط برفو عليك هو ده المطلوب اللي حضرتك عاوز تجيبه طيب هقولك إيه بقى؟ أول حاجة هتركز معايا فيها تقول لي يا مستر أنا عايز أجيب كاف اثنين هقولك تروح تقسم كاف ثلاثة على واحد وعين من مية يبقى فعلا زي ما حضرتك قلت لما أجي أجيب كاف ثلاثة اللي هو واحد وعشر اللي هو الف تسعمية اربعة وسبعين وواحد هقسمه على واحد واثنشر من مية على طول يدي لك كاف اثنين اللي هو الف سبعمية اثنين وستين علامة تسعة وتسعين خد بالك كده أنت كان معاك كاف ثلاثة وتعبت وجبت لنا كاف اثنين برافو عليك كده أنت جبت كاف اثنين عن طريق اسم كاف ثلاثة على واحد وعين من مية قلت لي بس لسه عاوز أطلع كمان خطوة علشان أجيب كاف واحد كده ما تستخدمش كاف ثلاثة بقى الأسهل ليك استخدم كاف اثنين هو ينفع نستخدم كاف ثلاثة وكل حاجة بس دايماً بندور على الطريقة السهلة الطريقة السهلة هقولك كاف اثنين اللي حضرتك جبته لسه طازة معاك اهو هقسمه على واحد وعين من مية يقوم مديني كاف واحد يبقى حضرتك لما تقول لي كاف اثنين اللي أنا لسه جايبه الف سبعمية اثنين وستين وتسعة وتسعين لما أسمه على واحد واثناشر اللي هو واحد والمعدل يديني 1574 وواحد من عشرة كده حضرتك عملت ايه عملت حاجة سهلة جداً أنا كان معايا كاف ثلاثة أسمته على واحد وعين ادني كاف اثنين كده بقى معايا كاف اثنين هاخد كاف اثنين أقسمه على واحد وعين أم يديني كاف واحد كده أنا خلصت الجزئية اللي فوق كاف ثلاثة ننزل بقى تحت كاف ثلاثة فاضلي كاف أربعة وفاضلي كاف خمسة طيب أنا هنا تحت كاف ثلاثة يعني هنزل وانت نازل ما تقسمش تضرب يبقى تقولي لو أنا معايا كاف ثلاثة وعايز كاف أربعة هضرب كاف ثلاثة اللي معلوم في واحد واثناشر من مية يبقى تضرب 1974 علامة واحد في واحد واثناشر من مية يطلع 2211 وخمسة من عشرة يبقى كاف أربعة جزئي بضربنا في كاف ثلاثة في واحد وعين كاف أربعة جزئي ضربنا كاف ثلاثة في واحد وعين من مية كده معايا كاف أربعة تقدر تستخدم كاف أربعة ده علشان أجيب كاف خمسة يبقى كاف خمسة بيسوي كاف أربعة في واحد وعين من مية يعني 2211 علامة خمسة ضربتها في واحد علامة اثناشر يطلع 2476 و888 حضرتك كده قدرت تحصل على كاف واحد وكاف اثنين وكاف ثلاثة وكاف أربعة وكاف خمسة برافو عليه كده معايا استهلاكات كلها وآخر رقم في المسألة هو كاف خمسة يعني مسألتي كاملة هنا بعد إذنك لو جمعت الاستهلاكات اللي أنا حصلت عليها كاف واحد زائد كاف اثنين زائد كاف ثلاثة زائد كاف أربعة زائد كاف خمسة أقدر أخصل على القرد الأصلي فعلا لما تجمع 1574 علامة واحد زائد 1762 علامة تسعة زائد 1974 علامة واحد زائد 2211 علامة خمسة زائد 2476 علامة 88 دوسل يساوي بالآلة يطلع القرد الأصلي قيمته عشر تلاف سامع طالب بقول لي كان فيه طريقة تانية إن أنا جيب أي استهلاك قلتلك لو معاك الاستهلاك التالت وعايز تجيب الاستهلاك الأول أقول لي بيساوي كاف واحد بيساوي كاف ثلاثة على واحد وعين قص الفرق الفرق بين الأول والتالت اتنين هيدليك نفس النتيجة وحضرتك شاطر جدا برافو عليك طيب كان فيه مطلوب كمان في التمرين في التمرين كان طالب مطلوب تاني بيقول لي إيه بيقول لي كنت عاوز كمان القص المتساوي عاوز القص المتساوي خد بالك إن آخر حاجة وصلنا لها كنا جبنا القرض بعشر تلاف يبقى لو أنا عاوز القص المتساوي قال لي ليها أكتر من طريقة ولكن أسهلهم أسهلهم على الإطلاق وخد بالك إن كان فيه شرط بيقولك بدون استخدام الجداول يعني القص المتساوي مش هقول له القرض في جدوى الأربعة مقدارش لأنه مديني شرط بيقول لي بعد إذنك ما تستخدمش الجداول المالية فأقول له القص المتساوي ممكن أجيبها بدلالة الاستهلاك الأخير وده أنا أفضله لحضرتك سهلة جدا الاستهلاك الأخير في واحد وعين قلت تب ما هو الاستهلاك الأخير إحنا جايبينه ب 2476 وسبعين وثمانية وثمانين هتاخد الاستهلاك الأخير اللي أنت جبته ده هتضربه في واحد والمعدل يبقى معاك الاستهلاك الأخير تضربه في واحد والمعدل اللي هو واحد واثناشر يلا اضرب بالآلة كده 2476 علامة تمانية وتمانين في كان بقى في واحد واثناشر من مية هلاقي نفسي على طول معايا القص المتساوي بمنتهى البساطة يطلع معاك الاستهلاك الأخير ب2774 علامة 11 طالب شاطر يقول لي يعني أنا كنت ممكن أجبها بدلالة الاستهلاك الأول أقولك طبعا هتقولي الاستهلاك الأول في واحد وعين من مية قص نون اللي هي عندنا خمس يعني كنت هتقول الاستهلاك الأول في واحد واثناشر قص خمس ودي يا مصر هتطلع نفس الناتج طبعا طبعا هتطلع نفس الناتج بمنتهى السهولة أو كنت ممكن أقول أجيب الفايدة الأولى وأجمع الفايدة الأولى مع الاستهلاك الأول يديني القص المتساوي بأكتر من طريقة وزي ما حضرتك الطريقة اللي بترتاح فيها اشتغل بيها والدنيا كلها بتأدي النفس النواتج بس أسهلهم على الإطلاق الطريقة ده هي اللي هي القص المتساوي بيساوي الاستهلاك الأخير في واحد وعين من مية نرجع تاني لقعدة جميلة جدا جدا وقبل ما نرجع للقعدة دي هفكرك باللي فاتت إن العلاقة بين أي استهلاكين متتاليين يعني استهلاك وراء استهلاك على طول التاني والتالت التالت والرابع الرابع والخامس العلاقة بينهم واحد وعين يبقى لما يقول لي ممكن كمان تجيني الصورة أكبر العلاقة بين أي استهلاكين متتاليين هي واحد وعين من مية يبقى حضرتك قلتلي العلاقة بين أي استهلاكين متتاليين كام قلتلي واحد وعين من مية طيب افرض بقى يا مستر ادني الاستهلاك الأول والاستهلاك الخامس تقول لي خمسة دي بعد الواحد أقول لك لا طبعا برفع ليك دي ملاحظة هامة جدا إن هنا استهلاكين غير متتاليين يبقى هنا يا جماعة لما أجي أرجع تاني للقعدة الأولى أقولك لو أعطى استهلاكين متتاليين وراء بعض العلاقة بينهم واحد وعين من مين يعني لما يديني الاستهلاك التاني والاستهلاك التالت ويطلب المعدل ويطلب إيه المعدل برافو عليك هقوله المعدل أو واحد والمعدل بيساوي كاف تلاتة على كاف اتنين والنتج اللي يطلع يطلع واحد وحاجة شيل الواحد مع الواحد يبقى المعدل هو الكسر اللي بعد العلامة يبقى لما يدي استهلاكين متتاليين العلاقة بينهم واحد وعين من مين العلاقة بينهم إيه؟ واحد وعين من مين يبقى لو أنا عايز المعدل بقسمي الاستهلاك الكبير على الاستهلاك الصغير وشيل الواحد يديني المعدل طيب لو أنا عايز الاستهلاك لو أديني استهلاك واحد ومعدل قلتلك لو أدك الاستهلاك التالي وعايز الاستهلاك الرابع بتضرب عشان كده انت بتنزل ولو عايز الاستهلاك التاني بتقسم عشان كده انت بتطلع ده كان الملقص التمرين اللي فات وملقص العلاقة اللي فاتت اللي هي بتقول لي ان العلاقة بين اي استهلاكين متتاليين متتاليين هي واحد وعيد طيب لمن يجي بقى نتكلم في العلاقة بين استهلاكين غير متتاليين او استهلاكين متباعدين هقول له هي واحد وعين قص قاف أو قص الفرق بينهم يبقى هي واحد وعين قص قاف أو قص الفرق بينهم ولازم تلاحظ حاجة مهمة كمان إن الفرق بين أي استهلاكين هو هو الفرق بين أي فايدتين لنفس الفترتين يبقى أنا هنا لو قلت الفرق بين استهلاك التالت والرابع هو هو الفرق بين الفايدة التالتة والربعة احنا اتفقنا إن هي تكون لنفس الفترتين خد بالك معايا كويس ممكن تيجي أسئلة أكمل يقولي أكمل مكان النقط العلاقة بين أي استهلاكين متتاليين بيساوي نقطة فمعك برضو عليك قلت لي واحد وعين من مية طيب العلاقة بين أي استهلاكين متباعدين قلت لي واحد وعين من مية أس قاف اللي الفرق بين الاستهلاكين طيب الفرق بين أي استهلاكين بيساوي نقطة أو الفرق بين نقطة لنفس الفترتين أو الفرق بين فايدتين لنفس الفترتين دي طبعا أسئلة بتيجي في صورة أكمل وأسئلتها سهلة جدا 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 عندنا كمان بعض الأفكار اللي عاوزين نتمرن عليها بيقولي إيه بيقولي لو أنا معايا تمرين زي مثلا عندي تمرين زي الفتة عايزين نشوف بنحله زي أو بنتعامل معاه ازاي بيقولي كارد عند حضرتك التمرين بيقولك كارد يسدد على عشر أقصاد سنوية متساوية من الأصل والفوائد معنا فإذا كان استهلاك السنة الأولى 1316 علامة 4 واستهلاك السنة الرابعة ب 1704 علامة 78 خد بالك عايز مني إيه عاوز معدل الفايدة المركبة يبقى هنا حضرتك ادى لك استهلاكين متباعدين ادى لك إيه استهلاكين متباعدين خد بالك من التمرين دي كويس لإن إحنا عندنا بعض التمرين فيها تركات صغيرة كده عايزين نركز فيها ثاني لو ادى استهلاكين متتاليين بيبقى العلاقة بينهم بيبقى العلاقة بينهم علاقة واحد وعين من مية طيب نشوف الأول تمرين فيه استهلاكين متتاليين وبعدين نكمل شغلنا بيقولي كارد يسدد على خمس أقصاد سنوية متساوية من الأصل والفوائد معنا فإذا كان استهلاك السنة الثالثة خد بالك ادى لك كاف ثلاثة واستهلاك السنة الرابعة اداني كاف أربعة يبقى مديني كاف ثلاثة ومديني كاف أربعة إيه اللي هيحصل هنا؟ سامع طالب شاطر قال لي يا مصدر ده مديني استهلاكين متتاليين طيب الاستهلاكين المتتاليين العلاقة بينهم إيه؟ قلت له واحد وعين قال لي بس كده نقدر نجيب معدل الفايدة المركبة بمنتهى البساطة إزاي هتجيب معدل الفايدة؟ قال لي هقسم كاف أربعة على كاف ثلاثة والنتج لما يطلع عشين منه واحد برافو عليك تعال نشوف كده الكلام ده هنطبقه إزاي؟ أقول له واحد وعين بيساوي الاستهلاك الرابع على الاستهلاك التالت يبقى واحد وعين بيساوي الاستهلاك الرابع كان كام؟ برافو عليك قلت له الاستهلاك الرابع كان 3328.6 من عشرة الاستهلاك التالت كان 2958.79 إلا هيحصل هنا عشان أجيب المعدل هقسم الاستهلاك الرابع على الاستهلاك التالت وشيل الواحد فعلا لما قلت واحد وعين بيساوي 3328.64 على 2958 علامة 79 لما تقسم الاستهلاك ده على ده يطلع الناتج واحد علامة 125 شيل الواحد على الواحد واضرب شيل الواحد ده مع الواحد ده زي ما الشرطة موجودة كده أهي طيالنا الواحد مع الواحد وبعدين تبتدي تضرب في 100 يطلع المعدل ب12.5% سنوية يبقى دي كانت مسألة سهلة جدا اللي اتفقنا فيها إن أول حاجة عايزينها هنقول على طول إن الاست المتساوي بتاعنا لو مديني الاست جاهز هروح لو مديني استهلاك استهلاك ومعدل هروح على طول أكمل بقية التمرين بالاستهلاكات اللي عندي وعلى طول بتبقى الدنيا سهلة وبسيطة طيب لو اداني استهلاكين متتاليين قلت العلاقة بينهم واحد وعين من 100 زي ما شفنا التمرين اللي معانا طيب خد بالك بقى كمان من التمرين اللي جاي ده طالب كمان في التمرين اللي فات القرب طيب أنا ما كانش عندي معدل وقدرت أوصله عن طريق اسم الاستهلاك الرابع على الاستهلاك التالي طيب لو أنا عاوز القرب هقولك لو عاوز القرب لازم تكمل الاستهلاكات اللي عندك كلها لأنه قالك يستهلك على خمس أقصات سنوية متساوية طيب انت كم معك الاستهلاك التالت ومعاك الرابع لسه بقيلك لسه بقيلك الاستهلاك الاول والاستهلاك التاني وبقيلك كمان الاستهلاك الخامس يبقى هنا كانوا خمس استهلاكات عندك خمس استهلاكات كم تديلك التالت والرابع يبقى حضرتك عاوز تجيب الاول والتاني والخامس هو كان مديلك النون بخمسة يبقى حضرتك أول حاجة هتقولها هتقولي على طول أنا معايا استهلاكين أطلع أقسم وانزل أضرب محضرتك جبت المعدل خلاص اللي هو أنت جبته بـ 12 ونص عاوز مني إيه أروح أشتغل على كاف 3 وكاف 4 اللي هما كانوا معلومين من التمرين يبقى كاف 3 وكاف 4 كانوا معلومين من التمرين بدلالة كاف 3 وكاف 4 حضرتك حصلت على المعدل لما أسمت كاف 4 على كاف 3 طيب بعد ما حصلنا على المعدل نعمل إيه أقولك بمنتهى منتهى البساطة المعدل بقى معاك ومعاك استهلاكين تيجي على كاف 3 تقسمه على 1 وعين من 100 اللي هو 1 علامة 125 يقوم يديك كاف 2 بعد ما هتجيب كاف 2 اقسمه على 1 وعين من 100 يقوم يديك كاف 1 يبقى كاف 1 جزي أسمت كاف 2 على 1 وعين من 100 زي ما إحنا شايفين أنا كده معايا كاف 3 معايا كام كاف 3 كاف 3 كان بقى 2 على 1 وعين من 100 اللي هو 1 علامة 125 لأن في المعدلات اللي فوق العشرة ما بحط الصفر بعد العلامة يبقى 1 علامة 125 عطول اللي هو الـ 12 ونص بيساوي 2337 علامة 8 بعد كده نزلت تحت جبت كاف 5 كاف 5 جيبه إزاي أنا معايا كاف 4 هضرب كاف 4 في 1 وعين يديني كاف 5 من الاستهلاكات اللي عندك دهية من الاستهلاكات اللي عندك دي أجمعهم يديني القرد الأصلي وبكده كيب أنت جبت المعدل وجبت القرد باقي حاجة واحدة كمان اللي هي يا مستر أقولك عاوز القسط المتساوي لسه من 3 دقايق بالظبط كنا بنتكلم أنا وانتم بنقول من القسط المتساوي ممكن أجيبه بدلالة الاستهلاك الأخير وممكن أجيبه بدلالة الاستهلاك الأول لا تاني يا مستر الحتة دي القسط المتساوي لو أنت عاوز تجيبه بدلالة الاستهلاك الأخير ودي أسهل لك هتقول للإستهلاك الأخير في 1 وعين بس قلصت آخر الاستهلاك حضرتك حصلت عليه اللي هو الاستهلاك الخامس اضرابه في 1 وعين من 100 يعني في 1 علامة 125 في مسألته طبعا مستر أنا عايز أجيبه بدلالة الاستهلاك الأول اقول لك هات القص بدلات الاستهلاك الاول هتقولي الاستهلاك الاول في واحد وعين من مية قص الفترة اللي موجودة عندك في المسألة او قص عدد الاقصاط اللي موجودة عندك في المسألة يبقى تقولي الاستهلاك الاول في واحد علامة مية خمسة وعشرين لكل قص كام خمسة عشان كده ابعدك عن القصص بقولك دايما استعمل الاستهلاك الاخير لان انت بتقوله ايه في واحد وعين من مية قص واحد قلصي ما بتعملش اصص فيها واحد وعين من مية بس بس الاست 배سوي الاستهلاك الاخير في واحد وعين من مية هتلاقيه اسهل معك على الالة وببعدك عن شغل الالة الكتير يبقى انا قلت هنا الاست متساوي بيسوي الاستهلاك الاخير في واحد وعين من مية اخر استهلاك حضرتك حصلت عليه كان 3747 وanoi الاستهلاك الخامس اهو كان 3747 وانا's ا приех ! هتقول لي طيب انا عايز اعمل ايه عايز اجيب الاسط المتساوي يبقى جبت الاستلاك الاخير زي ما حاضرك شايف الاستلاك الخامس في واحد علامة مية خمسة وعشرين الداني الاسط المتساوي اربعة تلاف متين واتنشر علامة تمانية طب حضرتك بقى بتقول لي ممكن اجيبها بالاسطلاك الاول هي هي هتقول لي اسط المتساوي بيساوي الاستلاك الاول في واحد وعين من مية قس نون يعني هنا هتجيب بقى المراضي الاستلاك الاول تضربه في واحد علامة مية خمسة وعشرين قس خمسة طلع معك نفس الناتج في الحالتين الاست هو نفسه او نفس قيمة الاست بالطريقة دي او بالطريقة دي ما عندكش مشكلة في الحالتين اطلاقا سواء جبت الاست بدلالة الاستلاك الاخير او جبت الاست بدلالة الاستلاك الاول وكمان زي ما قلتلك ممكن تجيب الفايدة الاولى عن طريق ضرب القرض في عين من مية كده معك الفايدة الاولى تجمعها مع الاستلاك الاول ما فيش اي مشكلة برضه سواء جبت الطريقة دي او دي او دي عندي ثلاث طرق وعندنا طبعا اي طريقة انت شايفها كويس بالنسبة لك اشتغل بها عندي كمان تمرين مديني اه فكرة جميلة جدا 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 عايزين نشوفها مع بعض ودي من الافكار المميزة للطلبة المتفوقين اللي حبوا موضوع استهلاك القرض بطريقة الاقصاط المتساوي بيقولي كارديو سدد على اشر اقصاط الاول احنا خلاص اه اه رجعنا للفكرة الاولى وخلصناها ان هو مديني العلاقة من اي استهلاكين متى الثانين واحد واين ركز بقى في الفكرة التانية انه مديني استهلاكين متى بعدين كارديو سدد على عاشر اقصاط سنوانا متساوية من الاصل والفوائد معنا فاذا كان استهلاك السنة الاولى مديك كاف واحد خد بالك ب1316 علامة 4 ومديك استهلاك السنة الرابعة خد بالك مديك الاولى والرابعة يعني عدى منك التانية والتالتة اصبحت في حالة استهلاكين غير متتاليين يلا يا بطل بقى كده شوف انت هتعمل ايه قلتلي على طول استحضر القعدة في دماغي العلاقة بين اي استهلاكين غير متتاليين هي علاقة واحد واعين والثقاف طيب انا طالب من سيادتك معدل الفايدة وطالب من سيادتك القرد وطالب من سيادتك القسط المتساوي قلتلي عارف بس انت لو كنت ديتني استهلاكين ورا بعض كنت حلتها بسرعة قلتلك وان شاء الله هتحل دي كمان بسرعة بس ركز في اللي احنا هنطلبه اقولك اول حاجة حضرتك هتعملها مديني كاف كام كاف اربعة وكاف كام وكاف واحد اقولك دايما 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 لو عايز الاستهلاك الكبير اضرب الصغير في الجدول الاول بوحدات الزمن اللي هي الفرق يعني ايه مستر الحتة دي انا معايا كاف اربعة وكاف واحد انا معايا كاف اربعة وكاف واحد قللي كاف اربعة بيسوي كاف واحد في مستخرج الجدول الاول أص الفرق او اداء امام وحدات زمن للفرق انت بتقوللي كاف اربعة وكاف واحد 4 و 1 الفرق بينهم كام 3 اللي 4 و 1 يسرق بينهم كام 3 يبقى مستخرج جدوى الأول أمام 3 وحدات زمن يبقى هي الفكرة كلها بتقول لي إيه الاستهلاك الكبير بيساوي الاستهلاك الصغير في جدوى الواحد أمام الفرق بين الاستهلاكين سهلة جدا 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 يبقى حظاك هتقول لي كاف 4 بيساوي كاف 1 في حق 3 بمعدل اللي موجود عندي اللي هو كان المعدل أنا عايز أعرفه طيب أنا عندي هنا كاف 4 بيساوي كاف 1 في مستخرج الجدول الأول أمام ثلاث وحدات زمن قلت لك برافو عليك طلع المستخرج كله برا المستخرج كله يخرج برا يبقى هنا مستخرج الجدول الأول أمام وحدات الزمن اللي هي الفرق بيساوي الاستهلاك الكبير على الاستهلاك الصغير وده السر الخطير اللي حضرتك هتفور بيه المسألة وتخليها سهلة جدا حضرتك قلت لي ايه المستخرج أمام وحدات الزمن بالفرق بين واحد واربعة بيساوي الاستهلاك الرابع على الاستهلاك الاول اسامنا برافو عليك طلع الرقم واحد علامة 29-50-3-1 اقولك بقى بمنتهى الهدوء والبساطة انزل عالجدول اللي معك في الامتحان دور على الرقم ده لقيت الرقم موجود في الجدول الاول ايه مستر ده احنا مش شغالين في الجدول الرابع اقولك ده سؤال جميل من طالب شاطر ممتاز هايل حضرتك قلتلي احنا شغالين في الجدول الرابع عشان بيستخدن طريقة الاقصاط المتساوية قلتلك صح ولكن هنا في حالة الاستهلاكين الغير متتاليين هرجع للجدول الاول عشان بجيب مستخرج الجدول الاول بيساوي الاستهلاك على الاستهلاك الايه اللي هو الصغير او استهلاك كبير على الاستهلاك الصغير عشان اشوف الفرق بين الاستهلاكين في الجدول الاول ممتازين ده سؤال مهم جدا لان لو طالب مش واخد باله كان حط مستخرج الجدول الرابع برا ومش هتيجي معاك اطلاقا نرجع تاني لمسألتنا وقولك ان العلاقة بين اي استهلاكين غير متتاليين هي علاقة واحد وعين قص الفرق طيب ما هي واحد وعين دي اللي هي الجدول الاول بتاع جملة المركبة لو شطروا فاكرين برفع ليك يبقى انا قلتلك على طول لما تجيلك استهلاكين غير متتاليين على طول تقولي مستخرج الجدول الاول امام وحدات زمن اللي هي الفرق بين الاستهلاكين بيساو الاستهلاك الكبير على الاستهلاك الصغير ويطلع الرقم تدور على طول في الجدول الاول تاني الجدول الاول على طول هتلاقي الرقم تاخد المعدل من فوق الجدول اللي في الامتحان كده حضرتك حصلت على المعدل ودي كانت أصعب خطوة بالنسبة لك يعني حضرتك كده قدرت تحصل على المعدل بدلالة الجدول الاول برافو عليك ارجع تاني لمسألتي قال ان المعدل طلع كان بالبحث طلع تسعة في المية طيب بعد كده هقوله ايه هقوله اقدر اجيب القرد اقدر اجيب القرد كنت تقدر تجيب القرد انك تحط الاستهلاكات كلها بس انا عندي عشر استهلاكات يا مستر اكتب عشر سطور في الامتحان يعني اخلص صفحة كاملة عشان اجيب القرد قلتلك والله انت طالب شاطر وبتفكر طب ايه الحل ما انت مديني الطريقة دي من شوية قلتلك لما يكونوا ثلاثة او اربعة او خمسة انما لو معاك استهلاكات كتير زي عشرة او اا معاك اقصات كتير زي عشرة او خمستاشر قص اقولك لا 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 على طول اجيب لك القرد بطريقة سهلة جدا تقول لي اجيب الاستهلاك الاول معايا يا مستر اضربه في مستخرج الجدول الثالث الله دي المسألة دي دخلتني في الجدول الاول ودخلتني في الجدول الثالث واحنا اصلا واخدين الموضوع في الجدول الرابع برهو عليه ده تركيز من حضرتك عشان كده قلتلك مسألة عايزة الطالب المتفوق اللي مركز اول ما المسألة بدأت معايا شفت استهلاكين غير متتاليين تمام يا مصطر وطبا ما غير متتاليين لاجاد المعدل هستخدم الجدول الاول امام وحدات الزمن فرق الاستهلاكين خلاص يا مصطر حفظناها دي طب عايز القرد اجيب العشر الاستهلاكات يا مصطر كاف واحد وكاف اتنين وكاف انا معايا منهم اتنين بس هروح اجيب ثمان استهلاكات طبعا كتير اوي 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 اقولك لا سيبك بقى من الطريقة اللي فاتت وعايز اجيب مين القرد القرد بيستوي الاستهلاك الاول في مصطر جدول ثلاثة في مصطر جدول ايوه انا سامعك بتقولي دي بتاعة الدفعات برافو عليك برافو عليك انا عايز استخدم جدول ثلاثة بتاعة الدفعات لان هنا الاقصة هنعتبرها دفعات طب خد بالك معايا بقى خد بالك معايا في الحتة دي انت قلت الاستهلاك الاول في مصطر جدول ثلاثة هاخد الاستهلاك الاول من التمريم ما هم عايا الاستهلاك الاول واجيب جدول ثلاثة تحت تسعة في المية قدام عشر وحدات زمن واضربهم في بعض يديني القرد بعشرين الف جنيه جبتها في سطر واحد علشان حضرتك طالب فاهم وحضرتك طالبة شطرة جدا وممتازة جدا وان شاء الله باذن الله تقفلي وتجيبي النمر انها ايه كده جبنا القرد طيب خد بالك هو كان طالب ايه ده كان طالب المعدل وكان طالب القرد وكان طالب موضوع مهم جدا 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 اللي هو القصد القصد هنا عندك اي طريقة تقدر تعملها ممكن تجيب القصد بداية الاستهلاك الاول زي ما احنا خدناه يبقى الاستهلاك الاول في واحد وعين قصة عشرة المدة كلها جميل وممكن تجيب القصد عن طريق الاستهلاك الاول زايد فايدة القرد ودي قلناها وطريقة سهلة جدا هتاخد القرد اللي حضرتك جبته تضربه في عين من مية وتجمعه على الاستهلاك الاول خلص يبقى كده هقول له القصد المتساوي بيساوي الاستلاك الأول زائد الفايدة القرد أو الفايدة الأولى هي هي يا جماعة فايدة القرد هي الفايدة الأولى فايدة القرد هي فايدة السنة الأولى أقول له بالاستلاك الأول عندي 1316 على 4 زائد 20 ألف اللي هو القرد اللي حضرتك لسه جايبه حالا في المعدل 9 من 100 هيطلع لـ 20900 بـ 1800 اجمعهم على الاستلاك الأول يدي لك القص المتساوي سواء حلت بالطريقة دي سواء حلت بالطريق الاستهلاك الأول في واحد وعين من مية أو السنون سواء حلت بالاستهلاك الأخير في واحد وعين من مية هيطلع نفس قيمة القصة المتساوي طيب عندي كمان علشان وقت حلقتنا موضوع سهل جدا اسمه القصة المؤجل اسمه ايه؟ القصة المؤجل القصة المؤجل ده بيقول لي قرد قمته أربعين ألف جنيه يستهلك على ثمان أقصات سنوية متساوية من رأس المال والفوائد معا بفايدة مركبة سبعة في المية بحيث يدفع القصة الأول بعد أربع سنوات خد بالك قالك بعد سنة ولا بعد أربعة قلت لي بعد أربعة يبقى رسول ده قصة مؤجل يبقى رسول ده قصة ايه؟ مؤجل طيب يا مستر ايه الحل؟ الحل هات قصة عادي الأول دايما في أي تمرين في الدنيا هات القصة العادي الأول يبقى القصة العادي القرد فيه مستخرج جدوى الأربعة برافو عليه جبنا القصة العادي تمام جدا طلع معاك القرد أربعين ألف مستخرج جدوى الأربعة طلع معاك القصة العادي بستة لاب ستمية تمانية وتسعين علامة تنين وسبعين أيها مستر بس طالب ما طلبتش مني قصة عادي طالب قصة مؤجل قصة ايه؟ مؤجل هقوله القصة المؤجل بيساوي القصة العادي في واحد وعين في واحد وسبعة مئة اللي المعدل الموجود قصة كام تلات أيها مستر بس حضرتك كنت مديني المسألة اللي فاتت كنت بتقولي عند أربع مؤجل لكام سنة؟ لأربع سنوات أقولك بحيث يدفع القصة الأول بعد مرور أربع سنوات يبقى كده هنقص واحد يبقى حضرتك هنا في القصة المؤجل لما قال لي بعد مرور أربع سنوات أنا نقصت ايه؟ واحد يبقى هتركز معايا تاني في المسألة هقولك القصة المؤجل بيساوي القصة العادي في واحد وعين قص ميم اللي هي نون نقص واحد هناك يبقى هنا طلع معايا القصة المؤجل بطريقة سهلة جدا 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 يبقى لما يطلب القصة المؤجل ومعايا القصة العادي بضرب في مستخرج الجدول الاول قص فترة التأجيل مستخرج الجدول الاول قص فترة التأجيل اللي هي مين طيب عندي كمان طريقة سهلة جدا علشان بس وقت حلقتنا هتديلك جزئية على القص الفاوي احسب القيمة الحالية لعدد 10 اقصات متساوية قيمة كل منها 3000 يدفع اولها فورا بمعدل خاص مركب 8% خد بالك من التمرين ده كويس اقول له لازم اجيب القص العادي لازم اجيب القص العادي هناك قالك ادفع اولها فورا يبقى كان مديلك قص فاوي طب اجيب القص العادي ازاي؟ هضرب القص الفاوي في واحد وعين من مية يرجعني للقص العادي يبقى لو ادلك قص فاوي قالك ادفع اولها فورا يبقى ده قص فاوي هضرب القصة الفورية في واحد وعين من مية يديني القصة العادي ومن القصة العادي بقى خلاص أقدر أجيب القيمة الحالية للأقصات بس هنا يا شطار القيمة الحالية للأقصات بيساوي القصة العادي في مستخرج جدوى الخمسة الحمد لله وصلنا لمستخرج جدوى الخمسة هتجيب معايا القصة العادي اللي حداك طلعته وتضربه في مستخرج جدوى الخمسة يدي لك القيمة الحالية للأقصات يبقى احنا كده النهاردة الحمد لله استعرضنا في حلقتنا ازاي اجيب القرض والمعدل من استهلاكين متتاليين ومن استهلاكين متبعدين وخدنا القصة العادي والقصة المؤجل والقصة الفوري والقيمة الحالية للأقصة طبعا على شاشتكم قناة مصر التعليمية في الشاشة المفضلة احب اشكر كل العاملين بالقناة واللي طلعونا بالصورة الحلوة وطلعونا الشغل الجميل ده وشكرا لحضراتكم كان معكم مستر فتح عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم وقناة مصر التعليمية التلفزيون المصر شكرا